طيب ايه بقى الحالات اللي بتشوفوها وشائعة اللي فعلا بتعمل حرارة مطولة اسبوعين وثلاثة وبالتشخيص العادي ما بتتشخص تتعبكوا يعني في التشخيص هو في اسبوعين وثلاثة يعني طبعا التعريفات الجديدة للحم ومجهولة السبب اصبحت مفترات اقصر من كده كتير على حسب الاستخدامات الموجودة لوسائل التشخيص البتاحة انا بطلب من المريض عشان يتشخص ان يكون مديني خريطة حرارة يعملها لنفسه في بيته اذا امكن او بطلبها منه اذا جالي ولم اجد عنده حاجة خطيرة تستدعي ان انا دخله مستشفى او اتدخل حالا بقوله انت هتقيس الحرارة في البيت مرتين في اليوم مرة تمانية الصبح ومرة تمانية بالليل وتسجيلها ويشترى ان لا تكون قد تعاطيت اي مسكن او مخافض حرارة او مضاد حياة ونهائية ليه بحصل على ما يسمى خريطة الحرارة بتعلى امتى اكتر وقت الفرق بين الحرارة صباحا ومساءا ده بيديني يعني مدخل جيد للتشخيص سانيا بطلب من المريض ما يسمى الاعراض المصاحبة بكحوا ايه حرارة وبكحوا حرارة وبرجع حرارة وعندي اسهال حرارة والبولت عبني وده عادة ما يعبر عنه المرضى والمخالطين لكن اللي بيتنسي الجلد والسنان خدتبعك ازاي قل أن تجد مريض عبر وتجد انه في الاخر عنده خراك في سنته او تجد انه مشكلته عنده قرحة فراش او قرحة في رجله متعورة او جرح في رجله هو مش اخد بالي منه تتنسي وغالبية الدكاترة حتى في المرضى اللي محجوزين في الرئاة المركزة هو بيفحص المريض اللي هو متوقع فيه عدوى ما بيفتحش بوق يبص عليه ما بيبصش على جلده الى جانب ان الطفح الجلدي في حد ذاته ومش بس القرح يدي مؤشر جيد جدا للتشخيص في حالات الحميات المصحوبة بالطفح الجلدي ودي لها يعني فصول في الكتاب في حد ذاتها بنقول للدكتور اللي بيتلقى مريض الحميات بالذات في سن صغير او كبير كما علمنا أستاذ دكتور محمد فاتح عباد عليه رحمة الله كان أكبر أستاذ حميات في مصر قال لك أول حاجة تعملها تفتح بوقه وتبص في غشاء جوه على اللوز ولا لأ أيام ما كانت الدفترة المتشرة تاني حاجة تحط دقنه على صدره عشان تتأكد ان ما فيش التهاب سحائي تالت حاجة تبص على الطفح الجلدي لو في التهاب سحائي مش هيقدر يتنرقبته مش هيقدر يتنرقبته والطفح الجلدي اللي هو مداخل التشخيص الحقيقية اللي على أساسها أنت بتتصرف عايز أقول أن الحمى مجولة السبب يمكن ده كلام يبقى مفاجئ بالنسبة لكثير من الناس 50% من الحميات ما بتتشخص 50% لكن الحميات دي غالبيتها بتنتهي بنفسها اللي سموها self limiting 3-4-5 يام وتروح وما بتتشخص وعادة تتوقع التهاب فيروسي عابر وما يحتاجش من ضد حاجة لا تحتاجش أي حاجة من المضادات أو من غير المضادات خالص ومن هنا هناك قواعد منظمة لاستخدام المضادات الحيوية في المريد المفروض أنه لا تستخدم إلا في حالة تيقن من وجود عدوى بكتيرية تحتاج إلى مضادة حيوية تيقن الطبيب يا دكتور حسن الطبيب طبعا مش تيقن المريد وأهله طبعا الصيدري اللي بيوصف بالتليفون ويعني الصادلة طبعا في بعض الناس في الصادرات هو مش صادري خالص وقف بيناول دواء وأحيانا بيتطرق هو كمان لمحاولات التشخيص والعلاج وده شيء في خطورة كبيرة طبعا في خطورة كبيرة فالإجراءات الطبيعية اللي بتتعامل أنه الدكتور بيعرف الحرارة بتاعي لأمتى وتوطى أمتى وأعلى درجة وأكتر درجة وبقالها قد إيه والأعراض المصاحبة وبعدين بتعرف على ما نسميه معامل الخطورة أو العوامل التي اتعرض لها المريض قبل الحرارة عشان يحاول يستنتج سبب الحرارة في آني جزء من أجهزة جسمه أنا جاي من الصفر من منطقة كان فيها وباء كذا أنا تناولت وجبة في حتة كان فيه معايا فيها فلان وفلان وفلان أصيبه بنفس الأعراض إحنا كنا في الحج مثلا وكانت الناس كلها بتكح وتعتص والعمرة ورجعين فوجدنا ناس بتعتص وتكح بعد ما كنا موجودين في الحتة الفلانية حتة كان منتشر فيها في يوم مما الصارس مثلا أو الكورونافيروس ده لأنه أنت يقولك زي ما قلنات دور الفتاة الحكمة هي الإصابة بالظن وإدراك ما سيكون بالنظر في مكان تطردت لإيه إمبارح التوقع منه هيحصل لك عشان كنا هنا التاريخ المرض دكتور حسن مهم جدا طبعا إن المريض يحكي كل حاجة طبعا والدكتور يدي له برضو وقته ويسأله كل الأسئلة وبعد كده يفحصه بدقة وبعد كده يفحصه بصورة متكررة كان عندنا المريض يخش الدمرداش مثلا يقعد على السريل ومش متشخص وفحصه ما لقيتش فيه حاجة تفحصه بالليل في نفس اليوم اللي تجد أنه ظهرت عليه أشياء مختلفة أو ظهرت غدة لنفوية أو ظهرت طفح جلدي أو تاني يوم أو تاني يوم طول ما هو موجود عندك هتفحصه على الأقل مرة يوميا وياريت أكتر من مرة يوميا بحثا عن ظهور أعراض جديدة أو علامات مرضية جديدة تكمل الصورة المرضية اللي كانت نقصة لحظة دخول المريض وتوفر على المريض وعلى المستشفى وعلى الهيلث سيستم كله التكاليف وتضيع الوقت اللي ممكن يكلفنا حياة مريض تضيع الوقت على ما نشخصه صح صح بإجراءات بسيطة اللي هو يسموه في الطب الأوبتيمايزيج إزاي تحصل على أكتر تشخيصات ممكنة في أسرع وقت ممكن بأقل عدد من التحليل والأشعات وفحصات أقل تكلفة أقل تكلفة على مستوى الدقمة واللي بتصرفه النهاردة وانت عندك ميزانية الصحة محدودة بتعوزه هنا ما بتلاقيهوش يعني تخيل كل من عنده الصداع عشان عنده أنفلوانزة تعمل له أشعة مخطاية على المخ فجي المريض اللي عنده ورا في المخ لقى أجهز الأشعة محجوز 6 شهر قدام بس خلال فلت مننا ورا بالمخ فلت مننا ورا بالمخ